السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم من درسنا الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو ونتابع حديثنا عن get الفعل get واستخداماته باللغة الإنجليزية من المهم جدا معرفتها لأنه كما قلنا كلمة شيعة في اللغة الإنجليزية هذا الجزء الثالث من استعمالات الفعل get الحب يرجع فيديوهات الجزء الأول والثاني أيضا على القناة لدينا أول استخدام في هذا الجزء get away بمعنى يأخذ إجازة we are hoping to get away for a few days in Ramadan إذن نأمل أن نأخذ إجازة get away بمعنى نأخذ إجازة for a few days لبضعة أيام لاحظ فيوه مع تبضع days أيام بضعة أيام in Ramadan في رمضان إذن أول استخدام معنى get away يأخذ إجازة أيضا get away from بمعنى يخرج من أو يترك مكان معين he won't be able to get away from the company before three get away from يعني يغادر أو يترك مكان سوف لاحظ won't will not سوف لن يكون قادرا على مغادرة الشركة قبل الثالثة إذن get away from بمعنى يترك أو ينجح بمغادرة مكان معين أيضا get away with يعني يسرق ويهرب بالشيء الذي سرقه إذن يسرق ويهرب إذن بشيء ما the man got away with a watch إذن سرق الرجل ساعة وهرب إذن أخذ الرجل ساعة وهرب بها إذن get away with بمعنى يسرق ويهرب أيضا لدينا get back بمعنى return يعود what time did he get back yesterday يعني في أي وقت عادة البارحة اللحظة دد بالماضي يسرد إذن الماضي بسيط what time did he get back يسرد في أي وقت عادة البارحة أو رجع البارحة إذن get back بمعنى return يعود أيضا get something back بمعنى يسترجع شيء ما بعد ما كان مفقود he's got his old car back يعني استرجع لاحظ الماضي طبعا من get got استرجع سيارته القديمة إذن get something back بمعنى إذن get back بمعنى يسترجع شيء ما أيضا get back to بمعنى يتحدث أو يكتب لشخص لاحقا يعني يتحرى شيء ما أو يبحث في شيء ما ثم يعيد الجواب لهم بكتابة أو حديثا مثلا he will find out and get back to them يعني سيتقصى أو يكتشف أو سيكتشف ويعود إليهم حديثا أو كتابة إذن get back to بمعنى يعيد الحديث أو الكتابة لشخص ما بعد أن يتحرى شيء ما مثلا get behind with something get behind with بمعنى يفشل ب إحراس تقدم في عمل أو مجال معين إذن يفشل في إنجاز أو التقدم في مهمة ما he is getting behind with his company إذن يفشل في إنجاح شركته أو في التقدم بعمل شركته أيضا كما قلنا get behind with معنى يتأخر بعمل شيء ما مثلا they got behind with the payments of their home إذن تخلفوا أو تأخروا بدفعات منزلهم إذن كما قلنا get behind with يتعثر بفعل شيء ما أو بيتقدم شيء ما أيضا يتأخر تأتي معنى get behind with أيضا get buy on بمعنى يخطط لعمل شيء ما مثلا how do they get buy on such a small salary يعني كيف يخططون للعيش بهذا أو بهذا راتب قليل get buy on إذن يتحصل أو يخطط لفعل شيء ما أيضا get down to something يعني يبدأ بشيء ما let's يعني let us دعنا أو دعونا get down to work يعني دعونا نبدأ العمل let's get down to work get in أو نقول get into بمعنى arrive بمعنى يصل يصل إلى مكان ما أو شيء ما the plane got in early يعني وصلت الطائرة باكرا إذن get in get into بمعنى arrive بمعنى يصل الماضي كما قلنا من get هو got وصلت الطائرة باكرا أيضا get in on بمعنى يشارك to take part in activity يتشارك فيه نشاط معين مثلا إذن get in on بمعنى يشارك they want to get in on any tournament يعني يريدون أن يشاركوا بأي مسابقة إذن get in on بمعنى يشارك أيضا get into بمعنى يلبس أو يرتدي بصعوبة he can't get into these pants يعني لا يمكنه أن يرتدي هذا البنطال بسهولة من الصعوبة أن يرتدي هذا البنطال إذن get into معنى يرتدي أو يلبس بصعوبة أيضا get into بمعنى يبدأ what is your advice to get into this job ما هي نصيحتك ليبدأ في هذا العمل إذن get into بمعنى يبدأ أو يباشر get into أيضا بمعنى يطور عادة ما مثلا don't let them get into bad things يلا تجعلهم يستمرون في هذه الأشياء السيئة إذن get into معنى develop a habit بمعنى يطور عادة ما get together بمعنى collect إذن أجمع they tried to get a team together for next week إذن حاولوا أن يجمعوا فريق للأسبوع القادم إذن get together بمعنى يجمع they tried to get a team together for next week أيضا get off بمعنى يترك عمل بإذن يأخذ إذن يعني أو يستأذن get off بمعنى يستأذن could they get off company early next week هل بإمكانهم أن يستأذنون من الشركة باكرا next week في الأسبوع القادم إذن could they get off company early next week get off معنى يستأذن أيضا get off بمعنى يتوقف عن النقاش بأمر ما can they get off the subject of cooking هل بإمكانهم أن يتوقفوا عن النقاش بموضوع الطبخ get off بمعنى يتوقف عن نقاش حول موضوع معين get off with بمعنى يخرج بدون إصابات get off with they were lucky to get off with just a few bruises يعني كانوا محظوظين لي يخرجوا بدون إصابات فقط بضع رغوظ أو كدمات بسيطة إذن get off with بمعنى ينجو من الإصابات فقط شيء بسيط get on بمعنى شخص يتقدم في عمله يعني ممتاز في عمله she is getting on very well at work إذن هي تتقدم شكل جيد جدا في عملها أو هي جيدة في عملها أو هي إنجازها جيد في عملها get on to لتتصل بشخص ما أو تتواصل مع شخص ما the TV isn't working I'll get on to the owner التلفاز لا يعمل سأتصل بالمالك إذن get on to بمعنى يتصل أو يتواصل أيضا get on to بمعنى يتحدث عن موضوع آخر موضوع جديد إذن something it's time to get on to another topic حال الوقت لنتحدث عن موضوع آخر إذن get on to لتحدث عن موضوع آخر آخر مثال لإستعمال get في هذا الفيديو get on with بمعنى يتابع please stop talking and get on with your work يعني من فضلك توقف عن الحديث أو الكلام وتابع عملك إذن get on with بمعنى يتابع بهذا الشكل لأنه هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن استعمالات الفعل get هذا الجزء الثالث اللي حاب يرجع على الجزء الأول والثاني هذا الثالث لدينا أيضا جزء أخير إن شاء الله نتابعه في الفيديو القادم إن شاء الله أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته